موسيقى موسيقى ما اقضى الغنية ولكن تروا بتدير كبيلة بكشيفي لها كباسة موسيقى أخصائي أول اجتماعي عبد الرحمن حسن جان نقل قصة جميلة جداً بصحيفة مكة الآن الرابط موجود تحت عن زوجين أصروا على الطلاق وراحوا لعند قاضي بدهم يفسخوا الرابط المقدس بيناتهم بأي شكل كان والقاضي عطوهم موعد مؤجل على أساس أن إن شاء الله ينصلحوا بل كي بيلاقوا اتفاق بينهم وبعد الجلسة بتروح أيام وأسابيع ويشفروا سنين ويرجعوا وبعدوا سع贈وا القاضي إن شاء الله غيرتوا رأيكم قالوا له أكيد ل eagle مجتوكين بعض وبدنا دج أنا أكبر إعارف شو في بهاي جوة شي مور سأنا ما بعيد بالسكر شوي كسرنا الشاش فعلهم القاضي روحوا مرة تانية أجلنا الجلسة ورجعوا بعدها نحكي راحوا رجعوا ورجعوا مرارا وتكرارا والقرار كان واحد بدنا نفسخ هذا الرابط المقدس عقدوا الجلسة أخيرا وقال له تفضلي يا حج بصدّل يا حجي هاتولنج قبل ما نبلّش نحكي بديّاك يا عزيز الزوج تكتب عشر حسنات عن زوجتك لزوجتك بزوجتك من غير ولا سلبي فقط حسنات وما تخبرني ياها أرجو وطلّع بالزوجة قال لّع بتعملي نفس الشي حسنات فقط وما تنقي وتفلفل وتحطي بهارات حسنات فقط وأكد على الاتنين قالوا أنا ما راح أقرى شي فخدوا راح تكون وكتبوا الحسنات اللي بتخطر على بالكم مهما كانت خاصة بعد ما انتهى زوجة بين كتابة العشر حسنات بزوجته اللي صر له فترة عم بيحاول يفسخ هذا الزواج ويخليها طليقته مسكت هالمدام الورقة وبلّشت تقرأ هالعشر حسنات اللي الزوج كان شايفة فيها بدأت تقرأ بالسر وبدأت لابتسامة الرسم على وشها وتزيد أكتر وأكتر وتطلّع بين الورقة وزوجها وين الورقة وزوجها وتطلّع على الأرض وتحمر وتخجل وتتلون وتحولت إلى كائن آخر الزوج عمل نفس الشي أخد الورقة اللي كتبتها الزوجة عن العشر حسنات تعوله وبلّش يقرأ والمرأة عم تطلّع بزوجها بلحفة بدأت تشوف ردة فعله وهو عم بيعطيها نظرات اللي هرر يزعر وهي ما بين خجلانة وما بين عم تطلّع على الأرض وما بين رجعة شرارة الحب من أول وجديد القاضي زكزاكون ما كان فيه غيره غيرهم بقاعة المحكمة محاكم الطلاق مو متل الأفلام الهندية طلع من القاعة تركهم لدئتين ثلاثة وقاعد برّة لسمع بعض المناوشات والمناغشات والأحاديث إنهم بلّشوا يحكم دخل على المحكمة وقال له للزوج تفضّلوا غيبوا مشوار ويفضّل تاخدها على العشر برّات البيت يسولفوا وارجعوا لي بكرة مشان ينتمّم إجراءات بفّسخ لهذا الرابط المقدس والله الرجال ما كذب خبر أخد المدام وراحوا تعشور ثاني يوم رجعوا لعند القاضي جددنا العهود واكتشفنا بعض من أول والجديد وشفنا بعض بالطريقة اللي المفروض نشوف بعضنا فيها الطريقة الإيجابية الطريقة التي تنظر إلى الجانب المشرق مش الجانب المظلم من القمر الجميل قاضي حل مشكلة بين زوجين ومانوا عرفان شو هي المشكلة ومانوا عرفان شنكتب بالورق حلا كان بيد الزوج والزوجة واللغة اللي صارت بيناتهم القضي بس شعل هذه الشرارة اوجه الديركشن بين هدول الكائنين اللي كان عبالهم يفسخوا الجميل اللي ما بينهم كم واحد بحياتك فسخته بسبب انك رافض تشوف الجميل ومصمم على السلبيات اكيد في بعض العلاقات انه يجب على كل طرف منها انه يروح في حال سبيله طبيعي هذا جزء لا يتجزأ من الحياة ولكن يجب طرق باب الايجابية دائما وابدا لمحاولة مواجهة اي شيء سلبي وهذا الشي يطبق على كل العلاقات الحياتية مش بس رجل وامرأة مش بس زواج مش بس شابه صبيه تعرفوا ليش بكرة احلى انه بعده بوزيتف بعده مضيف بعده ابيض ما وسخه بشر لرأيه السخيف بكرة احلى احلى انه قد انخبار تأكد ت 1990 احلى انتهى النموهر انه كنت ت iterص스터 وainen بالضحيث اتشاكه